ازاي تعرف شاشة اللابتوب على شاشة تلفاز بدون برامج بدون كابلات بدون اي وصلات غير كده كمام يكونش في اي تهنيج او في اي لاج نبص مع بعض كده نفطر مثلا اللابتوب بدا اثنين في واحد لابتوب وتابلت في نفس الوقت لو عايش شفح تفصيل في المنتج ده هسبولك في صندوق الوصف عايز اخش على قناتي على اليوتيوب وارد مثلا على مجموع من التعليقات فبالتالي عندي الشاشة هنا 14 انش وهنا 55 انش فبالتالي الموضوع يكون سالس معايا مفيش اي تهنيج مفيش اي لاج بشكل طولي او بشكل عرضي موضوع سهل جدا تمام زي ما حباكوا شايفين مفيش اي برامج مفيش اي وصلات او في اي كابلات فحلقتنا النهاردة مهمة جدا فلو يهمك الفيديو خليك معايا موسيقى اول حاجة لازم تكون عارفها يكون ما تسطب على اللابتوب بتاعك ويندوز 8.1 او ويندوز 10 عارفت الكلام ده ازاي هوريك دلوقتي انا بادوس على علامة البيت في مموت كنترول وبعد كده باجي على كلمة المصدر واقف عليها هاطلع فوق وادوس على دليل التوصيل بعد كده هيجي على الاختيار رقم 4 بي سي وحود شمال ظهر لي هنا اربع اختيارات الاختيار الاولاني بيقولك لو انت عايز توصل الشاشة باللابتوب من خلال اله دي ام او اي الموضوع سهل جدا بسيط هوصله هنا وهوصله هنا وهيشتغل ولكن انا مش عايز من خلال اله دي ام او اي انا عايز من خلال ايه المشاركة لاسلكيا فانا هنزل تحت وجبلك كلام تحت هنا اللي انا نستقيله دلوقتي انت لازم يكون متسطب عندك ويندوز 8 بوينت واحد او ويندوز 10 انا مسطب هنا ويندوز 10 ويندوز 10 مسطب هنا هادغط هنا هزهر لك الثلاث خطوات اللي احنا هنعملهم من دلوقتي الخطوة الاولى بيطلب منك ان انت تدوس على علامة رسائل علامة رسائل اللي موجودة في اكسر يمين دي هتبقى مقفولة سيبقى زهر عندك كده انا عايز اظهر كل الحاجات دي فانا هدوس على كلمة اكسي باند هادغط على ايه اكسي باند ظهر لي كل الاختيارات دي هدوس على كلمة كونكت طيب بعد كده بيعمل سيرش ظهر لي هنا الموديل بتاع الشاشة دي السامسونج الاي والتامان تلاف ومية ممكن يكون فيه شاشات تانية في البيت يظهر لي هنا زي ما انتو شافين ظهر لي الجي ويب او اس تي فيه جميل ممكن يظهر لي شاشات بتاع الناس اللي فوقي يا عمي مجدي طب ممكن اللابتوب بتاعي يظهر عند جبان اللي فوق فانت لازم تكون عارف الموديل بتاع الشاشة بتاعتك قبل ما نعمل اتصال هوريك ازاي تعرف موديل الشاشة بتاعتك بنعرف ازاي هدوس على علامة البيت في رموت كنترول وبعد كده باجي على كلمة الاعدادات اعداد بضغط عليها وبعد كده باجي على كلمة عام اقف عليها واحبط شمال واجي على مدير النظام اضغط عليها اوكي اسم الجهاز سامسونج الايو تمن تلاف ومية خمسة وخمسين تي في جميل اوي اللي هو ده فانا هضغط هنا بعد كده بيقول لي جايب التوصيل هتيجي تقول لي عمي مجدي انا مظهريش الرسالة بتاعت السماح والمنع والاغلاق مش مفروض عمي مجدي يظهر لي الرسالة فوق هنا قد السماح واللد منع واللد اغلاق ما ظهرت ليش لي عشان خاطر انا كنت عامل اتصال قبل كده طيب لو انا قفلت الشاشة هقفل الشاشة دلوقتي قدامكم عشان اواريكم الرسالة اللي انا اقصدها فانا دلوقتي هعمل هفصل ممكن افصل من هنا اهو وادوس على كونكت وبعد كده هدوس على ديس كونكت تمام انا فصلت هقفل الشاشة دلوقتي انا هفتح الشاشة قدام حضراتكم وبعد كده يظهر لي رسالة اسمها رسالة الاشعارات بتظهر لي فوق في اليمين هنا الهدف من الخطوة دي ايه؟ عشان خاطر انا باعرفك ان انت لازم تشغل الاشعارات عندك على الشاشة طب ليه بشغل الاشعارات؟ عشان لو في اي جهاز غريب بيتصل بالشاشة بتاعتك بدل ما يتصل تلقائيا يظهر لك انت رسالة هل تتدي له السماح ولا تتدي له المنعة؟ هفتح للوقت الشاشة قدام حضراتكم وبعد كده هدوس على الاشعارات في اللاب توب في اليمين لو متظهر قدامك كل الايكونات دي احنا قلنا ايه؟ بيبع عندك بالشكل ده هدوس على كلمة هزهر لك كل الايكونات دي بعد كده هدوس على كلمة بالتالي هيبحث على الموديل بتاع الشاشة ظهر لي هنا سامسونج الاي وتامع تلاف ومية لو ما ظهر ليش هنا بتكتب اسم الموديل بتاع الشاشة في السيفش هنا وبالتالي تدوس على اتصال فبالتالي انا ظهر لي هنا سامسونج وظهر لي LG الشاشة دي سامسونج الاي وتامع تلاف ومية هضط هنا هيظهر لي دلوقتي رسالة بتاع الاشعارات اللي انا بتكلم معكم عنها هي رسالة دي اللاب توب ده بتاعي فبالتالي انا هدي السماح بتفترض لو لاب توب بتاع اي حد من الجبن هتدي منعه ومش هيعرف يتصل بالشاشة بتاعتك خالص طيب انا هدي السماح وبعد كده يقول لي جاب التوصيل طيب الرسالة دي انا فعلتها ازاي جوه في الاشعارات هبارك ازاي تفعلها زي ما احنا شايفين تم عرض شاشة اللاب توب على شاشة التلفاز انا عايز اخلي الشاشة دي تكون منظر طبيعي فقط ما فيش مشكلة خالص انا باجي هنا على علامة الاشعارات وبعد كده بدوس على كلمة افترض لو انا دوست على بافصل الاتصال الحجر كم اتنين اللي هي اللي هو الحاجة اللي هنا تظهر هنا الحجر كم ثلاثة اللي انا ضغطت عليه بص اللي يحصل دي تحولت لمنظر طبيعي فقط طيب الحجر كم اربعة دي هتفصل ودي هتبقى شغالة قدامي مثلا لو انا عايز اشتغل كده هو خش على اي حاجة في اللاب توب واللاب توب عندي فاصل افترض دي فاصلت معها مش عارف افتحها خالص خلاص هاجي هنا هاختار الاختيار اللي هو ايه التاني عشان الحاجة اللي موجودة هنا تتعرض هنا الاختيار الاولاني بفصل الاتصال الاختيار التاني الحاجة اللي هنا بتعرض هنا الاختيار التالت بحول الشاشة دي لمنظر طبيعي لو انا ضغطت هنا بحولها لمنظر طبيعي الاختيار افوابع بفصل الشاشة بتاعت الليب توب ودي تبدل شغالة معي طيب انا هاختار الاختيار التاني ونكمل شرف يبقى كلمة البروجيكت اللي موجودة هنا بتزهر لي الاربع اختيارات دور. طيب. انا دلوقتي عايز اشغل الاشعارات في الشاشة. وفي نفس الوقت عايز مسلا الجهاز ده ادي له المنع وبعد كده ادي له السماح. ده بيتم ازاي? نبص مع بعد كده. اول حاجة عاملها انا هافصل دلوقتي شاشة الليب توب عن شاشة التلفاز. بافصلها ازاي باجي برضو على علامة افاسيل. وادوس على كلمة وبعد كده هدوس على هيفصل. هدوس على علامة البيت في وبعد كده باجي على كلمة الاعدادات اضغط عليها. بعد كده باجي على كلمة عام واقف عليها. وبعد كده احود شمال. هيزهر لي بعد كده ايه? كلمة مدير الاجهزة الخارجية. باضغط عليها. بعد كده ادارة توصيل الجهاز. اضغط عليها. الوصول الى الاشعارات. الوصول الى الاشعار انه لازم انت تكون مشغالها. انت بقى عندك بالشكل ده. اقاف تشغيل انت لازم تشغلها بشغلها ليه عشان اي جهاز يتصل بالشاشة يجيب لي بسالة فوق ادي له السماح ولا ادي له المنع طب اي قائمة الاجهزة دي لما بضعت عليها بيزهر لي هنا الجهاز اللي انا اديته السماح اهو الجهاز ده دروس مجدي انا دلوقتي ممكن الجهاز ده عايز احزفه اهو باجي على كلمة تحرير واحزفه معلم صح بعد كده حسف طيب انا مش عايز احزفه انا عايز بدل ما تبقى مكتوب مسموح يبقى مكتوب ممنوع فانا بعمل ايه عايز ادي له المنع مفيش مشكلة خالص بقى فوقع لك قامت الاجهزة واضغط على الجهاز عايز ادي له منع عايز اعرض التفاصيل بيعرض لك بقى التفاصيل تم عرض الجهاز ازاي الجودة يبقى دلوقتي الجهاز مكتوب جنبه مسموح بضغط هنا اوكي واضدي له منع اهو اديته ممنوع لو انا جيت عملت اتصال دلوقتي هيتم الاتصال لا ولا هيتم اي اتصال اهو نجرب مع بعض هدوس على علامة رسائل وادوس على كونكت وهيزهر لي الموديل سامسونج اليو 8000 هيفضل بقى ايه يقول لي جاب الاتصال جاب الاتصال ولا هيزهر لي هنا رسالة اشعارات ولا هيتصل خالص بالشاشة حتى لو قاعدت من هنا البكرة طب لو انا اديته السماح اضغط هنا واتدي له السماح هدوس هنا على كنسل وعمل اتصال من اول جديد او كونكت هزهر لي الموديل بتاع الشاشة دلوقتي هنتظر بس خمس ثماني زهر لي قد اتصال جاب التوصيل اتصل فبالتالي ممكن يكون الجهاز بتاعك انت ما تدي له المنع فهتدخل هنا وتدي له السماح عشان الخاطر يتم الاتصال طيب هسببك دلوقتي في شاشة نهاية ازاي وتعرش شاشة الهاتف على شاشة التلفاز عندك ايسا فسر اكتب لي في التعليد ان شاء الله هارض عليك ولو لسه جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس على الكل ليصلك كل جديد كان معكم مجد عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته